موسيقى السادسة في العاصمة طرابلس حيكم الله وأهلا بكم إلى هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين السراج يؤكد أنه رغم مثل ثورة فبراير من صعوبات تظل شرارة من أجل الحرية والكرامة وأنه يمود يده نحو الفرقاء من أجل الحوار والمصالحة والمجلس العلى للدولة يقول أن الثورة مستمرة حتى الوصول إلى دولة المستقرة عدد النازحين الذين عادوا إلى مدينة سرط بلغ أكثر من ثلاثة ألاف عائلة رجعوا إلى حي سبعمية والحي رقم ثلاثة وحي الدولار والشعبية والعمارات واسبقا وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يجتمعون غداً وبعد غد في تونس لبحث نتائج اتصالات الدول الثلاث من أجل جمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار أسعيتم أوقاتاً وأهلاً بكم إلى التفاصيل تستمر لليوم الثاني على توالية الاحتفالات بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 17 من فبراير في ميدان الشجرة بمدينة مصراتة وبحسب المجلس البلدي في المدينة فإن فعاليات اليوم الثاني ستتضمن إلقاء كلمات من عميد البلدية ومجلس الشورى والإصلاح إضافة إلى كلمة لأمر غرفة عمليات البنيان المرصوصة كما سيتخلل الحفل عرض عسكري وعروض للكشافة وحملة الأعلام والفرسان والأندية الرياضية والقطعات والشركة العامة بالإضافة إلى عرض للألعاب النارية والمناطيد هذا وقد أعرب عدد من المواطنين بمدينة مصراتة عن أملهم في أن تكون سنوات القادمة أفضل على ليبيا وتحقق الثورة نتائجها التي قامت من أجلها في البداية نترحم الشهداء والشفاء العاجل لجرحان الأبطال بمناسبة ذكرى السادسة لتورة السابع عشر مبراير نهني الشعب الليبي نهني الشعب الليبي بمناسبة تورة سبعة عشر فبراير مجيدة وانتمنى الشفاء العاجل لجرحانها وانتمنى تقبل موتانا في الشهداء السنوات طيبين وناسبة ذكرى السادسة لتورة السابع عشر مبراير عاد الله علينا وعلى كل الليبيين إن شاء الله بالخير وان شاء الله السنين الجاية يكون أحسن وانتباع نتائجها أكتر يعني ان شاء الله يتوحد الصف وان شاء الله يبدو كلهم كلمة واحدة ان شاء الله الليبيين في بنغازي يهنأ مقاتلون تابعون لمجلس شهور ثور بنغازي في مقطع مصور من ساحة المحكمة بوسط المدينة الليبيين بحلول الذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير وكذا مقاتل المجلس في بيان لهم أن الخروج علي القذافي كان لاسترداد الحقوقي وإعلاء كلمة الحق منوهين إلى أن جميع مقاتلي المجلس من أبناء مدينة بنغازي وثوارها دعينا في الوقت ذاته جميع القبائل في ليبيا إلى عدم الاقتتال هذا وقد خرج عدد من أهالي مدينة البيضاء يوم أمس الجمعة للاحتفال بالذكرى السادسة للثورة برغم قرار المجلس البلدي للمدينة قبيل حلول سابع عشر من فبراير تأجيل أي مراسم رسمية للاحتفال نظرا لبعض المخاوف الأمنية وقد خرج بعض من أهالي المدينة يحملون علام الاستقلال وصور الشهداء للاحتفال في الشوارع بشكل تلقائي برغم غياب الترتيبات الرسمية وفي درنا هنأ الناطق الرسمي باسم مجلس سورة مجاهدي درنا حافظ الضبع الليبيين بحلول الذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير مؤكدا استمرار الضبع ودعا الضبع في بيان المصور إلى ضرورة مواصلة العمل لبناء مؤسسات الدولة مؤكدا انتشار الأمن في المدينة كما طلب الضبع بدعم أهل جنفودا مشددا على ضرورة فك الحصار المفروض عليهم هذا وقد خرج العشرة من أهالي جدابية لشوارع المدينة احتفالا بحلول الذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير وقد شهد ميدان التحرير بوسط المدينة عددا من الفعليات وردد الأهالي أن نشيد الثورة حاملين أعلام الاستقلال ومعبرين عن رفضهم لأصحاب المصالح الشخصية المتسترين بثورة السابع عشر من فبراير هذا وقد احتفل أهالي وثوار مدينة غات في الجنوب الذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير حاملين أعلام الاستقلال ومرددين النشيد الوطني وطلب أهالي غات خلال احتفالهم بضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والجلوس على طاولة الحوار ونشر ثقافة التسامح وتقبل الرأي الآخر والتفاؤل بمستقبل البلاد نتمنى لليبي النماء والتقدم في هذه الذكرى إن شاء الله ومصالح الوطنية الشاملة كلمة للشعب الليبي أصبروا وصابروا فإن القادم أحسن وشدوا في أيدي بعضكم ونطالبوا بالمصالحة والمصارحة والمصارحة وتقبل الآخر نتمنى أن الليبيين ينظروا إلى بلادهم ويتجنبوا التجادبات السياسية والمناكفات الغير التي لا فائلة من ورائها بهذه المناسبة تقدم إلى جميع أحرار ليبيا وكل عام أنتم بخير بمناسبة الذكرى السالسة للثورة مهما اختلفت الآراء وما اختلفنا فأن الثورة باقية هذا وقد شهدت مدينة هون احتفالات بذكرى ثورة فبراير توصلت لأكثر من يوم بمشاركة العائلات ومؤسسات المجتمع المدني في المدينة ونقل المكتب الإعلامي بلجنة إحياء ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير بهون أن الفعليات شملت يوم أمس الجمعة حفلا بقاعة الحرية في المدينة شارك فيه أطفال المدينة بأداء أنشيدة وطنية كما تم تكريم عدد من موصبي الثورة وعائلات شهداء هون أحياء أهالي مدينة الكفرة يوم أمس الجمعة ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير في حفل خطبي كبير حضره أهل المدينة اتخذ موقعه أمام أنقاض مبنى محكمة الكفرة الجزئية والتي حطمتها كتائب القذافي لدى اقتحامها المدينة سنة ألفين وأحد عشر وقد شارك في الاحتفال مجلس حكماء الكفرة وأهالي شهداء المدينة ومؤسسات المجتمع المدني وعقب الحفل جابت المسيرات المهللة بشعارة الثورة أحياء وضواحي المدينة كاميرا ليبيا الأحرار تابعت احتفالات الكفرة واستطلعت آراء الأهالي بهذه المناسبة السباب والمواطنين كلهم على بكرة أبيهم سكان مدينة الكفرة من كبيرهم الصغيرهم ظاهرين من لنا كم يوم ونحتفلين نحن من هالمكان إن شاء الله نعدوهلنا ونعدوهنين إن الثورة إن شاء الله ستستمر وإن شاء الله ستكون أحسن وإن شاء الله طموحات الثورة هي رفع الظلم ورفع المعاناة عن الناس وتقديم الخدمات نحب نترحها مع جميع الشهداء من الشهداء الليبي عامة والكفرة خاصة ونقول في هذا اليوم العظيم إن الثورة ما زالت مستمرة بإذن الله اللي خير دليل على قمع نظام عمر القذافي واللي خلال الليبي قاموا بالثورة هال مبنى اللي خلفها وهذا مبنى محكمة الكفرة اللي فيه سجلاتنا وفيه عقودنا أزواجنا وزوجاتنا وفيه سجلات أبنائنا فيه هدم هدمها مع عمر القذافي أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أنه رغم ماتل ثورة السابع عشر من فبراير من صعوبات فإنها ستظل شرارة التي انطلقت من أجل نيل الحرية والعزة والكرامة واعتبر السراج خلال كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة ذكرى السادسة للثورة أن ما وصفه بتعنت أطراف الليبية رفضها الجلوس على طاولة الحوار لإخراج البلاد من الفوضى والانكسار سيزيد في تباعد الليبيين مشددا على أن المجلس الرئاسي ليرضخ لأي نوع من الضغوطات أضف السراج أن المجلس الرئاسي وبعد مرور عام على بدء عملية أو عمله من العاصمة طرابلس حرس رغم الضغوط التي تعرض لها على أن لا يكون طرفا في تجاذبات السياسية والعسكرية بحسب قوله غير أن ما حدث مؤخرا من تعنت بعض الأطراف ورفضهم الجلوس على طاولة الحوار والعمل على إخراج البلاد من حال الفوضى والانكسار لا يزيد إلا من تباعد الليبيين والشقاق بينهم والرابح فيها خاسر إلى ذلك هنأ المجلس العالى للدولة الليبيين في بيان له بالذكرى السادسة لثورة 17 من فبراير وأضاف المجلس أن الذكرى السادسة للثورة تعتبر مناسبة عظيمة لما تحمله من معاني على الرغم من التحديات والحساسية التي تشهدها هذه المرحلة وأكد البيان استمرار الثورة وصولا إلى دولة المستقرة التي ينعم فيها المواطن بالحرية والمعيشة الكريمة هذا وقد تحولت الساحات والميدين أيام الثورة إلى أماكن للمظاهرات التي صادحت فيها الحناجر مطالبة برحيل القذافي وقد واجهها منذ البداية بالرصاص مضطر أغلب المتظاهرين إلى مغادرة ساحات مدنهم قبل أن يعودوا إليها لاحقا كالفاتحين بعد هزيمة كتائب القذافي المزيد حول أبرز هذه الساحات والميدين في سياق هذا التقرير ساحات وميادين هزمت الحكم المطلق هذا أقل ما توصف به تلك الساحات التي احتضنت الأصوات الغذبة ورافضة لنظام جثم على البلاد والعباد طيلة 42 سنة البداية كانت في الخامس عشر من فبراير 2011 حين احتج عدد من المتظاهرين من أهالي شهداء بسليم أمام مديرية الأمن بالهواري في مدينة بنغازي تبعتها مظاهرات في مدينة البيضة في السادس عشر من فبراير رفعت فيها شعارات تطالب بإسقاط النظام ومن هنا توسعت رقعة الاحتجاجات في كل من بنغازي والبيضة والطبرق ودرنة وجدابية وفي نالوت والزاوية والزنتان ويفرن وغيرها وكان السابع عشر من فبراير سنة 2011 أو ما عرف وقتها بيوم الغضب الليبي نقطة تحول لإسقاط نظام القذافي ساحة الحرية ببنغازي أو ما يعرف بساحة المحكمة ميدان الشجرة شارع جمال عبد الناصر شارع عمر بن العاص وغيرها كلها تصدرت مشهد الاحتجاجات المطالبة بتنحي القذافي مختزلة لحظات رمزية ومفصلية في ثورة السابع عشر من فبراير وصلت الاحتجاجات إلى مدينة الزاوية وخرجت مظاهرة في الثامن عشر من فبراير 2011 لمناصرة مدينة بنغازي وكان المتظاهرون يهتفون بروح بالدم نفديك يا بنغازي يا بنغازي مش بروحك نحن ضم دين جروحك ثم تطورت الهتفات إلى المطالبة بإسقاط النظام وكان ميدان الزاوية مسرحا لجميع الاعتصامات والمظاهرات وشاهدا على معارك وسقوط شهداء قدموا كل ما يملكون حتى تتحرر ليبيا وفي مصراتا انطلقت ولا الاحتجاجات في التاسع عشر من فبراير 2011 من منطقة المقاوبة وتوسعت شيئا فشيئا وشهدت أغلب شوارع المدينة معارك ضارية بين القوات الموالية للقذافي وقتها والمتظاهرين استمرت لعدة أشهر بدأت بالمقاومة إلى أن اجتد الصراع وتمت محاصرة مصراتا لكن في النهاية كانت الغلبة للثوار الذين أعلنوا في مايو 2011 السيطرة الكاملة على المدينة ميادين تحولت منصات للدعم وشد العزائم وإلى فضاءات للاحتفال بالثورة والتظاهر والاحتجاج يوميا في إشارة إلى مرحلة جديدة في تاريخ ليبيا مرحلة تقطع مع النظام السابق وتؤسس لعهد جديد بعيدا عن النظام السلطوي وأصبحت الشوارع التي كانت في الأمس القريب لا تحتفي إلا بالقذافي مسارح للتعبير بكل حرية ودون خوف من آلته القمعية منصات مفتوحة خطب خرجت كلها من الفضاء الافتراضي إلى فضاء أوسع وأرحب بإمكانه أن يقلب المعادلة هذا الفضاء بساحاته وميادينه وشوارعه كان شاهدا على السقوط التدريجي للنظام فضاء انتصر في النهاية لصوت الحرية رغم أن القذافي كان يعرف كل مفاتيحه ويتحكم في كل ثغراته لكن السحات كانت أقوى وأكثر تمسكا بالحرية هذا وقد استطلعت كاميرا قناة ريبيا لكل الأخرار رأى عدد من الليبيين حول الأولويات المطروحة لحل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد فكانت الأراء تالية إذا كان توفر الأمن والأمان للمواطن عموما ترتاح البلد أهم حاجة الأمن إذا وجد الأمن بيجد كل شيء أهم حاجة لو في أمن الأمور تمشي والله حل الأزمة لازم يكون الليبيين يد وحده السيولة ما فيش ما نيشير العبد الله ما يخداش حتى قرش تمشي المصرف يقولك ما فيش فلوس المصالحة بين الليبيين لن تأتي إلا بالجلوس على طاولة واحدة والعمل على المصالحة الوطنية للتعايش السلمي بين الليبيين وتوحيد الصف وبالذات بين المنطق الشرقية والمنطق الغربية إن شاء الله ربنا يفرج على البلاد نحن هذا ما ندوله في موضوع أخر أفدت قوات عملية البنين المرصوص بأن عدد النازحين من مدينة سرط الذين عادوا إلى بعض الأحياء في المدينة بلغ 3362 عائلة أوضح المركز الإعلامي لعملية البنين المرصوص عبر صفحته على فيسبوك أن المرحلة الأولى لعودة سكان المدينة كانت في حي 700 في الخامس من فبراير الجاري واستهدفت المرحلة الثانية سكان الحي رقم ثلاثة فيما بدأت الخميس الماضي المرحلة الثالثة التي شملت سكان حي الدولار والشعبية والعمرات ومنطقة أسبخة في المدينة قال أمير القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الجنرال توماس والدهاوزر إن الغارة التي شنتها أو شنها طيران الأمريكي على موقع لما يعرف بتنظيم الدولة جنوب ليبيا أدت إلى الحصول على معلومات مهمة يمكن استغلالها لتتبع المزيد من مقاتلي التنظيم ونقلت وكالة أسوشيت تبراس عن والدهاوزر قوله إن المعلومات المذكورة جاءت من التحقيق مع سجناء عقب الغارة التي حصلت شهر الماضي مؤكدا أن الغارة كانت نجحة وأوصلت رسالة قوية إلى التنظيم بعزم الولايات المتحدة الأمريكية على ملاحقة عناصره إلى ذلك نقلت الوكالة عن مسؤول عسكري أمريكي لم تسمه قوله إن التحقيقات مع مقاتلين ناجين من الغارة اعتقالتهم قوات حكومة الوفاق كشفت عن اتصال مباشر لدى التنظيم في ليبيا مع قيادته في سوريا قال وزير الخارجية التونسية خميس الجهناوي إنه عقب مشاورات بين وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر تقرر تقديم موعد الاجتماع الوزري الثلاثي حول ليبيا إلى يومي 19 والعشرين من شهر فبراير الجري عوضا عن الأول من شهر مارس القادم أشرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها إلى أن هذا الاجتماع الوزري سيتطرق إلى نتائج الاتصالات والمباحثات التي أجرتها الدول الثلاثة مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف تقريب وجهة النظر بينهم ووضع أسس حل سياسي توفقي للأزمة التي تمر بها ليبيا وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار سنجتمع هنا في وزارة سول الخارجية مقرى وزارة سول الخارجية نتفق حول أهم الأسس التي سنقترحها على رؤساء دول الثلاث لتوجه نوع حال سياسي جامع لكل الأطراف الليبيه نرفع هذه النتائج هذه المباحثات إلى رؤساء الدول الثلاث إلى ذلك قدمت الجزائر مساعدة إنسانية مكونة من 30 طن من المواد الغذائية لسكان ليبيا القاطنين قرب الحدود الجزائرية يوم أمس الجمعة وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن هذه المساعدات تأتي في إطار اتفاقيات تضامنية خصصتها الجزائر تجاه الليبيين الذين يعيشون في تلك المناطق في ظل الوضع الصعب الذي يعيشونه وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية فقد أكدت الجزائر استمرار جهودها الرامية إلى وضع حد للخلافات في إطار حل سياسي من خلال حوار شامل ومصالحة وطنية حذر وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون روسيا من تدخل في ليبيا مشيرا إلى أن بلاده وحلفائها سيقدمون المزيد من المساعدات لإعادة بناء القوات المسلحة الليبية وبحسب صحيفة التليغراف البريطانية فقد قال فالون في لقاء مع وزراء الخارجية ودفاع بمؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا يوم أمس الجمعة أن بوتين يختبر الغرب أينما ظهرت له ملامح ضعفة أشار فالون أن المكالمة التي جرت على متن حاملة الطائرات بين قائد قوات عملية الكرامة خليفة حفتر ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو كانت رمزية إلى حد كبير هذا وقد رأى الباحث في الشأن القانوني والسياسي محمود إسماعيل في نشرة سابقة أنه لا يمكن لروسيا أن أنه لا يمكن لروسيا أن يتمدد نفوذها بليبيا ممثلة بسوريا مؤكدا أن الدول الغربية لن تسمح بالحكم العسكري في ليبيا بحسب قوله لا يمكن أن يتمدد إلى ما يتعلق باستمرارية ما فرضه على سوريا في ليبيا هذه من ناحية وأنه لا مجال لأن تكون لو تتحول ليبيا إلى منطقة نفوذ روسي من ناحية ثانية وأن الذين يراهنون أيضا الرسالة الثالثة في أن الذين يراهنون على ما يتعلق بالدعم الروسي في إمكانية نصرة رجوعهم كعسكريين بمعنى السيطرة العسكرية وإرجاع حكم عسكري سيكون بالمطلق مرفوض من قبل الدول الغربية أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر أنه ناقش مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا عمل ونشاطات المحكمة حول ليبيا فيما يتعلق بمسألة تهريب البشر وكان الجانبان الليبي والإطالي قد وقع في مطلع يناير الماضي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير نظامية ولتجارب البشر والتهريب أثرت حولها مواقف متباينة محليا ودوليا نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل وصول مهندسية الشركة التركية إلى مدينة باري لمعاينة محطة باري الغزية والبدء في استكمال مشروع المحطة السراج يؤكد أنه رغم مات لثورة فبراير من صعوبات تظل شرارة من أجل الحرية والكرامة وأنه يمود يده نحو الفرقاء من أجل الحوار والمصالحة والمجلس الأعلى للدولة يقول أن الثورة مستمرة حتى الوصول إلى دولة المستقرة عدد النازحين الذين عادوا إلى مدينة سرق بلغ أكثر من ثلاثة ألاف عائلة رجعوا إلى حي السبعمية والحي رقم ثلاثة وحي الدولار والشعبية والعمارات أسبخ وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يجتمعون غدا وبعد غد في تونس لبحث نتائج اتصالات الدول الثلاثة من أجل جمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار أهلا بكم من جديد قال المدير التنفيذي بشركة العمل الكهرباء على ساسي أن وفد مهندسي الشركة التركية قد وصل إلى مدينة باري لمعينة محطة باري وتحديد احتياجاتها ويعداد تقرير خلال أسبوع واحد من وصولهم للمحطة وجاءت تصريحات ساسي أثناء زيارة وزير الحكم المحلي بدت جونسو وعدد من مسؤولي شركة الكهرباء ووفد الشركة التركية إلى مدينة باري يوم أمس الجمعة بعد الاتفاق مع السلطات التركية على عودة الشركة لاستئناف عملها واستكمال مشروع محطة باري الغزية بسعة ستمائة وستين ميجاوات وكانت محطة باري الغزية قد توقفت عن العمل منذ عامين بعد أن وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى أكثر من تسعين بالمئة وينتظر أن تغطي بعد تشغيلها احتياجات الجنوب بشكل كامل هذا وقد أكد وزير الحكم المحلي المفوض في حكومة الوفاق الوطني بدت جونسو في نشرة سابقة استئناف الشركة التركية للعمل منذ أمس الجمعة مؤكدا أنه من المنتظر وصول الدفعة الثانية من العمالة التابعية للشركة التركية خلال الأسبوعين القادمين ومن الأمس بدأت الشغل فعليا لأن المهندسين والذين ضلق عزم 20 مهندس سيبدو العمل من الصباح اليوم بما تحتاجه من مواد ومن ثم العمالة أعتقد أنها أسبوع أو أسبوعين ستكون العمالة أخرى بالوصول إلى ليبيا وإلى جنوبنا الحبيب نهاية جولتنا الإخبارية لهذه الساعة من ليبيا لكل الأحرار وهذا تذكير بالعنوين السراج يؤكد أنه رغم ماتل ثورة فبراير من صعوبات تظل شرارة من أجل الحرية والكرامة وأنه يمد يده نحو الفرقاء من أجل الحوار والمصالحة والمجلس الأعلى للدولة يقول إن الثورة مستمرة حتى الوصول إلى دولة المستقرة عدد النازحين الذين عادوا إلى مدينة سيرت بلغ أكثر من ثلاثة ألاف عائلة رجعوا إلى حي السبعمية والحي رقم ثلاثة وحي الدولار والشعبية والعمارات واصبخة وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يجتمعون غداً وبعد غداً في تونس لبحث نتائج اتصالات الدول الثلاث من أجل جمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار هذا كل شيحة الساعة مشاهدين الكرام تفاصيل أوفة تجدون على ليبيل أحرار تيفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب شكراً لكم على الإصغاء دمتم في أمان الله موسيقى